بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله يا شباب مرحبا بكم جميعا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حياكم الله جميعا وأرحبتوا وأرحبتوا على العين والرأس دقائق بس إن شاء الله بس هنا أو ثواني مش دقائق طبعا الموضوع فيما يخص الشهيد الأغبري الشهيد عبد الله الأغبري الشهيد المغدور بي طبعا اللي معظمنا مش مش تناسى لا بس أنه يعني قد الوقت صار لأكثر من حوالي من سنة وثلاثة أشهر واليوم يعني فيه خبر جميل جدا وبعدما تم التأكد من من محامي القضية الشهيد قصدي المحامي القضية صديق الله يحفظه ويضغل عمب عمره إن شاء الله الصديق وضع قطيش فنعم الموعد إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله الواحد الأحد يوم الاثنين القادم بعد بكرة يعني بعد بكرة سيتم التنفيذ بإذن الله ولا نقاشة في ذلك هناك محاولات نعم هناك محاولات كثيرة جدا من أهالي المجرمين أو أهالي المتهمين في محاولات كبيرة ولا زالوا إلى حد الآن ولا حد هذا اللحظات يحاولوا يعني تقديم مشاكل كثير ويعني وساطات من أجل التأجيل وأيضا يعني العفو لكن آل الأخبري رافضين رفض يعني تام رافضين موضوع إنه يتم تأجيل الحكم وأيضا رافضين الوساطات بشكل عام أو التنازل عن الدم أيضا الشكر للنائب العام هناك النائب العام في صنعاء شكر للسلطات بشكل عام سلطة صنعاء بشكل عام شكرا أنهم على المجهود الكبيرة الذي قاموا به في هذه القضية ونائب العام رافض رافض تماما تأجيل الحكم هذا الخبر طبعا أنا أتحدث منه يعني مصدره أو مصادره ليست كلام من الفيسبوك أو متناقل عن أشخاص لا والله الكلام هذا من أنا والأخ من لسان الأخ والصديق محامي القضية ومحامي الشهيد المغدور به أو محامي أهالي الأغبري والضحق وطيش قال لي نعم يوم الأثنين هو الذي تم تحديده هناك محاولات ولا حد هذا اللحظة محاولات كبيرة جدا وأشخاص كثر يعني مدخرين في الموضوع بحيث أنه يتم تأجيل الحكم علشان يحاولوا إقناع أهالي الأغبري في التنازل عن الدم أو القبول بالدية هذا الكلام عن لسان الأخ والضحق وطيش ولكن النائب العام رافض تأجيل الموضوع أو الحكم أو اليوم المحدد وأيضا إلى هذه اللحظات وبإصرار تام أهالي أهل الأغبري أو أهالي عبد الله الأغبري رافضين التنازل عن دم الشهيدة الأغبري هناك أخبار في الفيسبوك نشوف أنهم قبلوا وأنهم تنازلوا وأنهم بايتنازلوا وأنهم فيهم لا والله على ما أكد لي الأخ وضح قطيش بالنسبة لموقف أهل الأغبري فهو الموقف الثابت الذي عرف عليهم من أول يوم ما يريدوش أي شيء إلا حكم الله ما يريدوش أي حاجة ثانية إلا حيث تطبيق شرع الله دخلوا من أول القضية ولا حد الآن دخلوا عشرات بالمئات من المشائخ والوساطات والكبار والمسؤولين محاولة إقناعهم بتنازل عن الدم هذا أو القبول بالدية لكن لا حد اليوم ولا حد هذه اللحظات هم رافضين رفضا تاما والكلام هذا زي ما أكدت لكم يا شباب إنه من لسان الأخ وضح قطيش وأيضا أنا تكلمت عن أول وهيب الأغبري قبل فترة وأكد لي نفس الكلام الذي أقوله لكم وقال لي الأخ وضح قطيش فيه نعم فيه الآن والليلة ويمكن بكرة وأمس ما زالت وساطعة كثيرة تصل إلى أهالي الأغبري بحيث أنهم يحاولوا إقناعهم بالتنازل أو تأجيل الحكم تقدموا بطلب للنائب العام بحيث أنه يتم تأجيل الحكم يعني أسبوع زمان بحيث أنهم يزيدوا المحاولات محاولات إقناع أهالي الشهيد لكن النائب الآن على ما وصلني من الأخ وضح قطيش نرافض رفضاً تاماً وبإذن الله أنه يظل على ذلك الموقف لأنه الأمانة نحن لا نريد شيء نحن كرأي عام نحن عندما حصل الحدث هذا على ما أظن أنه كلنا كلنا كنا في مقام أو في مكانة إخوة وأهالي الشهيد عبدالله الأغبري هذا ما حبيت أؤكده لكم نشكر كل من لا حد الآن إن شاء الله بإذن الله يوم الأثنين بس أنه نشكر الآن وسنشكر إن شاء الله كل شخص كل شخص يعني بذل وجهت في هذا القضية بصوته أو بعمله أو بذات المحامين يعني الأمانة الأخوة الضح قطيش وبقية المحامين الفريق المحامين اللي معه كلهم نشكر السلطات في صنعاء حتى لو كان هناك بعض من التأخيرات لكن في النهاية الأمانة جهود جبارة لهم ولو لا جهودهم ولو لا يعني الأمانة يعني لو لا هذا كان ما تم يعني أن نطب الحكم وموعد التنفيذ نشكر النائب العام نشكر القضاء نشكر الجميع ونحن منتظرين إن شاء الله إلى يوم الأثنين جميعا بإذن الله وإن غدا لناظره ليس بعيد إن شاء الله لا أحد يريد لا أظن إن أحد يريد مننا إلا ما قاله الله سبحانه وتعالى وما حكمه رب العالمين قدوا حكم الله ما عادوا حكم بشر العين بالعين وسن بسن ومن قتل يقتل ما فيش فيها لا نزع في ذلك الأخبور أبو سام عمار العيقي تطبيق شرع الله نعم هذا هو موقف الجميع وأولهم أهالي أهالي الشهيدة الأخباري لا تصدقوش الأخبار اللي يقول لك هم يمكن يتنازلوا وهم قد تنازلوا وهم قد باعوا القضية لا تصدقوش بالذات يعني بالقضية التي حصلت مع الشهيدة الأخباري إذا إحنا وإحنا يعني من من أواخر أطراف اليمن يعني يعني كانت قلوبنا يعني معصورها من الألم والوجع اللي حصل فيه وكأنه واحد من إخواننا وكأنه واحد يعني أخي أو ابني أو في مقام فخليك منهم هم من أهل هذا لا تصدقوش الأخبار اللي تحصل أو تتناقل عبر الفيسبوك أنه تم التنازل أو سيتم التنازل فيه خبر اللي هو مش خبر فيه محاولات كبيرة جدا 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 لتأخير أو تعجيل الحكم يوم الاثنين بحيث أنه هناك ما زالت وساطات كثيرة وجمعيات ومشائخ وغيرهم من الأعيان يعني وغيرها وغيرها بيحاولوا أنهم يقنعوا آل الأخباري هذا الخبر مؤكد فيه جهود كبيرة مبذولة بتأخير حكم الله يوم الاثنين لكن النائب العام لحد اللحظة هذا رافض رفضا تاما بتأجيل الحكم وأيضا أهالي الشهيد رافضين رفضا تاما فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم إنصاف الشهيد الأخبري أن يتم إنصاف أهله أن يتم إنصاف كل الشعب اليمني بما قالها الله سبحانه وتعالى نحن نحترم ونجل ونقدر كل يعني أهالي المجرمين يعني أنا لا ما يعجبنيش أحشر يعني أسرة واحد من المجرمين هذا أو قبيلته بمجرد الشخص لا والله هناك من آلة السباعي ومن آلة العامري ومن آلة من آلة كلهم ناس رجال شرفاء محترمين نقدر نقدرهم ونحترمهم ونعزهم ولهم جل تحية مننا جميعا وهذا الأشخاص المجرمة الذي وقعت منهم الجريمة لا يمثلون أهاليهم هو هذا الشخص المجرم يمثل نفسه فقط فأزعل والله أنها جريمة عندما نشوف أشخاص يحاولون أنهم ألعبث بالأسماء أو تشويه أسماء القبائل سواء العامري أو السباعي أو غيرهم من من قاموا بهذا الجريمة أش ذنب أسرته أش ذنب أبوه أش ذنب أخوه أش ذنب ابن عمه أش ذنب ما فيش لهم أي ذنب فنتمنى أنه يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى الأشخاص هؤلاء هم الذين عملوا الجريمة هم الذين سينانوا العقابها وهم الذين يتحملون وزرها فرجاء للجميع لا نحاولش مهاجمة أهالي السباعي وطبعا أهالي السباعي وغيرهم كلهم بايحاولوا إنقاذ بناءهم في الطرف يعني من لحمه ودمه بايحاول بغير المستطاع أنه يعني يحاول أنه يعفي يعني بحكم ما قال الله سبحانه وتعالى وأن تعفوا خير لكم كل واحد بايحاول أنه هذا بس في النهاية نحترمهم ونتمنى من السلطات كما سعت من أول يوم في يعني إحساس الحق أنها تواصل على نفس المسيرة إن شاء الله ونفس النهج وتأخذ حق الرجل حق الشهيد هذا فقط لا غير لا ندور لا نحمل أحد ذنب أحد وإحنا هنا محناش متواجدين جميعا على ما أظن نتحدث باسمكم جميعا أنه إحنا لن ندور أنه تشويه أسرة السباعي ولا تشويه أسرة العامري أو غيرهم أسرهم على عيون نار روسنا لكن المجرمين يأخذون حسابهم وعلى ما أظن أنه هذا بطلب الجميع نعم يا نعم يا القصاص أكيد 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 أخي حسام أكيد القصاص بإذن الله وقد أصلا قد الحكم صدر وقد صدق وقد تمت الموعد لكن في محاولات كبيرة جدا زي ما قلت لكم وأوضح لكم في الفيديو أنه محاولات كبيرة جدا إلى هذا اللحظات أنا أتكلمت والأخ والله أقول ليش قبل يمكن حوالي عشر دقائق لا حد اللحظات اللي نتكلم فيها في ناس لا يحاولوا يدخلوا في الموضوع وأعيان وجمعيات ومشايخ وغيرها بحيث أنه يتم تأجيل القضية أو تنفيذ الحكم من الإذنين لكن لا حد اللحظة ما زال النائب العام مصر ورافض أي تأجيل في الموعد أيضا بالنسبة لأهلنا أهل الأغبري وهيبة الأغبري ووالدته وإخوانك موقفهم موقف واحد وصادق من أول يوم لا يريدون غير شرع الله فقط لا غير هذا ما حبيت أننا أوضح لكم بعدما توضحت من الأخ وضعك وطيش نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتم إنصاف هذا الشهيد ونرى فيهم يعني ما أريناه في الشهيد هذا وأوجعنا وآلمنا جميعا يشهد الله أن عاد بعض الساعات بتجي لي أحلام يعني وكوابيس على ما كنت أشوف من أشهد لله شهادة من عذاب للشهيد الأغبري وأنا متأكد أنه كلكم ما قد حد ما حد نسي وحتى إذا نسي بجرد أنه بس يتذكر الاسم أو يشوف تمر عليه صورة الأغبري يعني ترجع لها الذاكرة كلها حق اللي حصل تحياتي لكم يا شباب نتمنى من الصحابة تعالى التوفيق للجميع وإن شاء الله نكون على تواصل أخوكم إسماعيل الجهن ترجمة نانسي قنقر